سؤال صعب سؤال صعب لكن عند الشيعة سؤال جدا سهل هذه عقيدة ونفتخر بها ونسأل الله أن نموت عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله يأمر المؤمنين بالاحتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله مرة يقول واعتصموا بالله ذكرناها ومرة يقول واعتصموا بحبل الله هل حبل الله غير الله أم هو الله هذين الجماعة اللي يفسرون القرآن بالظاهر نقولهم الله عنده حبل وين الحبل إذا تفسرون القرآنك وجماعة يقولك ما يصير تؤول بحبل الله يعني لازم ننسك بالحبل وين الحبل ماكو الحبل ماشي من حبل يقولك حبل الله القرآن حبل الله القرآن زين يعني سويت القرآن حبل هل تقصد عن القرآن حبل قال لا ما نقصن هذا الكلام يعني شنو قال حبل الله تقدر تقول يعني سبيل الله طريق الله عروة الله شيء مرتبط بالله إذا تمسكت به تمسكت بالله هل هو الله أم هو غير الله حبل الله هل هو الله يعني هو ذات الله عز وجل أم هو غير الله يدل على الله الاعتصام به اعتصام بالله جاوبني إذا تقول لي هو الله أقول لك قد جاية تقول حبل الله ثم تقول لي هو الله يعني القرآن الكريم هذا المصحف الآن لو قلناه هو القرآن هذا المصحف هو الله إذن هو غير الله زين محمد صلى الله عليه وآله حبل الله أم لا إذا اعتصمنا بمحمد صلى الله عليه وآله هل نحقق هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا أنا أريد أقول هكذا واعتصموا بمحمد بن عبد الله جميعا غلطان أنا لو كلامي صحيح أكون واحد يقدر يقول لي غلطان هل يوجد أحد يقول أنت مخطئ هل محمد صلى الله عليه وآله حبل لله أم لا سؤال صعب سؤال صعب لكن عند الشيعة سؤال جدا سهل نحن عندنا حبل الله محمد وآل محمد عليه وسلام كل شيء سهل عندنا لماذا؟ لأنهم الأدلاء على الله الأدلاء على الله السلام على أولياء الله وأصفيائه السلام على أمناء الله وأحبائه السلام على أنصار الله وخلفائه السلام على محال معرفة الله السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهر أمر الله ونهيه السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله السلام على الأدلاء على الله السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل هذه عقيدة ونفتخر بها ونسأل الله أن نموت عليها ونقول ذول يخطي الناس اللي ما بعدهم ضائعين نقول الله يهديهم ونحب لهم واعتصموا بحبل الله جميع الله أمرنا بالاعتصام بحبل الله بالاعتصام بالقرآن بالاعتصام بمحمد بن عبد الله بالاعتصام بعلي عليه السلام ورد في رواياتنا أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وقال له ما هو حبل الله فأشار النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام قال هذا حبل الله فجاء الرجل وألقى بنفسه على كتفي أمير المؤمنين اللهم أني اعتصمت بحبلك وحبل رسولك زين ما هو المراد من اعتصمه المراد من اعتصمه التمسك والأخذ به بشدة وقوة تبهى هذا مرة مرة أنا أمسك هذا القلم لكن بضحف يعني ببساطة يقف ومرة أمسكه بشدة وقوة الاعتصام هل هو مسكن وتمسكن بكما تشتهي أنت لو الاعتصام بكل ما تمتلك من قوة الآن إذا أنت غرقان واحد غرقان ونرمي للحبل شلون راح يتمسك بالحبل ها هل يمسكه ببساطة أم يمسكه كما يمسكه بأنفاسه خذ الكتابة بقوة إذا واحد متعلق هكذا وعنده حبل كيف يمسك الحبل يمسكه برفق أم يمسكه بقوة هذا الحبل عاقبتك مرتبط به جنتك مرتبط به إذا وقعت من هذا الحبل ذهبت إلى نار جهنم كيف راح تتمسك به بقوة فإذا هنا استخدم القرآن لفظ العصمة اعتصموا عصمة استخدم لفظ العصمة أي في معنى الإمساك والتحفظ وكلما كان الإمساك والتحفظ قويا كلما كانت عصمة الإنسان قوية فهل تستغرب أيها الأخ العزيز من وجود إنسان كان متمسكا دائما وبكل قوة على قدر تمسكك بحبل الله أنت معتصم إذا أنت تمسكته بحبل الله صرت معتصما صرت معصوما إذن ما هو حال حبل الله بعبارة ثانية الإنسان إذا اتبع محمدا صلى الله عليه وآله صار محبوبا عند الله إذن محمد شنو أنت باتباعك لمحمد صلى الله عليه وآله تصبح محبوبا عند الله إذن محمد شنو أنت باتباعك لمحمد صلى الله عليه وآله تصبح مهتديا إذن محمد شنو أنت بتمسكك بمحمد صلى الله عليه وآله تصبح معصوما إذن محمد شنوه واضح لو مواضح ها كيفين القضية شنوه يقولك أنا إذا تمسكت بمحمد أصير معصوم أتقي الله حقا تقاتل بس محمد ما أتقى الله حقا تقاتل كيف الكارتش لون ها كيف الكارتش لون أنت تعتصم بمحمد فتعصم محمد بمن يعتصم أنت تعتصم بمحمد صلى الله عليه وآله فتعصم محمد بمن يعتصم محمد بمن يعتصم أعرف جوابك كلكم القاعدين هاي الحجي يقولون محمد معتصم بالله شاء لي يعتصم بالله ما ينعصم ولي يعتصم محمد ينعصم اللي يطيع محمد طاعة كاملة يصير معصوم واللي يطيع الله طاعة كاملة ما يصير معصوم طيح الله هذا الوقت أيها والله الوقت اللي يخلي كل من أجي يسول على كل حال إذن هذه آية تقرر لنا أنه اللي يعتصم بحبل الله اللي يتمسك بحبل الله هذا بلا شك يحصب نفسه صار معصومة ستقول لي شنو شنو الفرق بين هذا وبين المعصومين إذا هالشكل كل الناس تقدر تصير مثل محمد وعلي وفاطمة والحسن وموسى وإيسا أقولك لا لا أنت تستطيع أن تصل إلى أعلى درجات التقوى حق تقاتلين هذه أقصى درجة أنت تقدر توصل لها لكن هذه الدرجة هي أقل درجة عند محمد صلى الله عليه وآله يوفوا الشيعة وين والعالم وين العالم ما موصلين محمد بن عبد الله إلى حق تقاته إلى مرتبة حق تقاته ما موصلينه والشيعة يعتبرون مرتبة حق تقاته أقل شيء لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله شايف المعادلة شلون شايف الفرق بين الشيعة وغيرهم شايف بركة أهل البيت شلون يعني وين الناس الناس بوادي والشيعة بوادي الناس يقولون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله لم يصل إلى درجة حق تقاته الشيعة يقولون أن درجة حق تقاته هي أقل مرتبة محمد في أعلى المراهن فأنت لا تستطيع أن تكون مثله أنت لا تستطيع أن تكون مثله أما لماذا لا تستطيع أن تكون مثلهم فهذا له بحث وهو يأتي إن شاء الله